أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية التي تعد انتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أشدد صالح على ضرورة دعم جهود العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وبحث اللقاء توسيع أفاق التعاون في المجالات كافة لسيما التعاون الأمني وبناء القدرات العسكرية العراقية فضلاً عن استعراض آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية بدورها جددت الوزيرة دعم بلادها لاستقرار العراق وحماية سيادته وأقوف فرنسا إلى جانبه لمنع الانتهاكات على أراضيها واستعدادها لتقديم الأسناد للقوات الأمنية العراقية تدريباً وتجهيزاً ترجمة نانسي قنقر